قيادة معارضة ألم تكن هناك استراتيجية لمحاولة عدم الاستمرار ربما في المزيد من العسكرة لأنه نتيجة في نهاية الأمر هذا يثبت فرضية النظام أن من يقاتلون النظام هم مجموعة من المسلحين وأصبح يقول هناك جماعات إرهابية وأصبح يبرر استخدام القوات العسكرية بشكل أكبر اسمح لي إلاك يعني كانت الاعتقالات بالجبلة كان النظام جاهز صدقني بدون سلاح يسحب مليون سوري ويقتل مليون سوري بدون مقاومة هذا الأمر غير معقول عم يفوتوا على بيوت يغضوا الولاد والرجال والنساء والشيوخ عم يسحبون أمام أهلهم ناس شو بتعمل ناس بتدافع عن نفسها ما كان فيه خطة لتحويل السورة إلى جيش آخر يقاتل النظام كانت القصة على مدى أشهر مسألة دفاع النفس أنا مرة سألت عم يقول لي أحدهم بلنا نعمل ربيعة مزرعة بطاطا ربيعة قرية فيها شبيعة قلت له لا قال لي منسامح بالدم بس بالاقتصاد ما راح نسامح كان في عمل منهج بالخطف بالقتل يعني الأمر لم يعد محتمل وشدقني لو معنوا الناس طائرات كانوا بدون يعني يستخدموها ما عد ممكن بعد أشهر من القتل المتواصل يوميا في قتل مجزرة ساعة الساعة اللي عم نحكي عنها بحمص كانت تكفي لوحدة لعسكرة السورة ورغم ذلك لم تتعسكر في 17 نيسان يعني بعد شهر من السورة تحمل الناس سقوط عشرات شهداء بيوم واحد في دمشق 24 شهيد في درعة يجوا من الصنامين فزع لأهل حوران لأهل درعة كمان أبادوا أكثر 121 قتلوا بالأراضي الزراعية ولم يعرف عد